السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا الفيديو احنا نكشف عدة حقائق مذهلة الاولى احنا نتكلم على كيف تم اختيار مدرب منتخب طنزانيا عن طريق فوزي لخجع اكيد والموضوع الثاني احنا نتكلم على منتخب لخجع ومنتخب باتريس موت سيبي كلاهما راهم يقوموا بالرشوة كلاهما يقوموا بالكولسة وراح ننظر فضحوا بحاول الله تعالى كل هذا نبدأ على كل حال بفوزي لخجع ووشدار مع مدرب منتخب طنزانيا او كيف حتى تم اختيار الاتحاد الطنزاني لكورة القدم هذا المدرب لكن رجاء اخواني الجزائريين لايك للفيديو اشترك في القناة باش ما يطيروناش نبدأ بالقضية تعادل عمروش كما لبلكم انه تعادل عمروش لما تكلموا سيد اعلم جزائرية بالدريجة العربية فقط انه قال انه يتم اختيار الحكام وطرح علمات استفهم كبيرة قال كيف انا العب على الساعة الثانية زوالا لكن تلعبوني على الساعة الثانية زوالا هذه تكلمة على التصفيات وتم اختيار التوقيت الذي قرره فوزي لخجع طرح سؤال بالاضافة يقل انه الحكام مختارين في افريقيا وانه الفاري عودان حسب التعليمات الموجهة اليهم لذا كل شيء مكونس في افريقيا دعوكم يعني ما الكلام او اديروا حساب لهذا الشيء لانكم لن تغيرون شيئا وهذا ما لمحت وصرحت به من قبل وقلت انه اذا لم تتحرك كل الاتحادات على رأسهم الاتحاد الجزائري وكل المنتخبات المظلومة لن نغير شيء في افريقيا يعني لا داعي لالبكاء والعويل في شيء لن يتغير كما يعلم الجميع ان الرشاة محميدة والرساة محميدة ليدر باتريس موتسيبين تكرح تشكيله ليدر فوزي لخجع تكرح تشكيله ليدر هذا الحكام تكرح تشكيله لمن تشكي تشكي للسارق الكبير يعني ادعوكم لكن بتكتف الجهود نوصلوها الى اكبر عدد ممكن وعلى بل بل كامل المنتخبات عندهم ليبراف على الاقل لو يأتي خمس منتخبات بالفيديوهات رح تكون هنا حاجة لكن باش نربعه يدينا وينبقوا الكولسة مع الكولسة مازلنا نستكتو خير ينديروا كما هما ينحربوهم على كل حال حتى وإن لم يتكلم الاتحاد الجزائري نحن لن نسكت في هذا الموضوع ونستمر في فضح كل شيء على كل حال بعد العمروش أقيله ونبعد حطوا حميد موروكو لي قال لك يتحدى التنزاني هورقوا خريفاً تاعو وهذا أفضل وهذا وهذا لكن قلت لكم أيضاً انه والله اجتمل لا شيء يمر في هذا الموضوع مرور الكرام فلما بحثنا في هذا الموضوع وجدنا انه في اكاديمية محمد السادس لا ادري اذا اسمحتوا بها ولا اسمحتواش بها هي اكاديمية غير معترف بها يعني دولية لكن هي خاصة في صناعة الحكام التي يتحكم فيها فوزي لقجة عن طريق التمويل من خلال أموال الرشوة من خلال من خلال الأموال التي يجنيها من المخدرات من تلعب المباريات من كل شيء يعني مش يحتوي يخدم لأنه أيضاً لنك متخبة صغيرة لما تريد أن تخدم مباراة طارق درهم يعني تدخل تجارة بالإضافة أموال المخدرات والحشيشة كم كمان على بلكم بها أبرزها ما تمت دوله في قضية اسكوبار السحرة على كل موضوع آخر قلنا أن هذه الأكاديمية هي تخرج الحكام وتبعثهم إلى إفريقيا لكن بشارة الولاء إلى فوزي لقجة والمتخب المغربي كما مسرام عبادو زكي اللي هو طبعه مع المتخب النيجر يتقاضى أموال ضخمة من فوزي لقجة لكن بالموازات ما تلبح نيج بالموازات ما تلعبش يعني كما نقوله صبات وقضية الميدان بالإضافة ترضخ اتحادية نيجي لكرة القدم بكل أوامر فوزي لقجة وشفنا يعني مؤخرا أنه في عوض ما يختار أي بلد آخر يلعب به تصفيات المؤهلة لكأس العالم حلم كل مواطن نيجيري لا فضل إتحادة تنزاني أنه يلعب في المغرب لأن فوزي لقجة عنده إملاءات أنه ندعم المدرب نمدلك مدرب ونخلصه والتربوس باطل والطائرة VIP باطل فاندق VIP باطل الأمن VIP لكن بالموازات ما رح تدير والو تخلي نربح أليلوتور مع أنه متخب النيجير متخب متواضع هذا وش ترى على كل حال هذه الأكاديمية وش خرجت؟ خرجت من بين الحكام اللي خرجتهم هو حميد موروكو لهو صناعة مغربية خالصة أعطتوا الاتحادة التنزانية وملت عليها بأن توقل عدل عمروش التكاليف كلها مدفوعة لكن بالموازات نطوركم إحنا مدرب بالإضافة الموالات لفوزي لقجة هذه هي الحكاية خاوتنا خياتنا فتم اختيار فوزي لقجة هذا الحاكم وكيفية اختار كيفية اختيار فوزي لقجة لهذا المدرب هرأنا عرفنا وش السرعة وش ما سراش الآن نجوز إلى المباراة المرتقبة ما بين جنوب إفريقيا والمغرب كالعادة فوزي لقجة يريد الفوز بالمباراة لكن هاي هات باتريس موت سي بي أيضا قال لك أنا ثان نريد الفوز بهذه المباراة هذا روي كولس وهذا روي كولس باتريس موت سي بي وش عيل له عيل له حكام فار فوزي لقجة وش قال له قالوا هذا الحكام مش هما اللي رح يكونوا يكونوا معايا لأنه لماذا مش لي خاصة عن لأنهم مسبوقين قضائيا مسبوقين يعني تحكيميا بل لأنه يعلم أنه باتريس موت سي بي يعني يمشي بنفس عقلية فوزي لقجة يعني باتريس موت سي بي حط له حكام فوزي لقجة قال له لا يعني على بلو بلي وش حط له باتريس موت سي بي بيقولوا بني هذه الخدمة انا دلتها. لذلك على بل وشحط. لذلك عدم الثقة لمكاش ما بين باتريس موت سيبي وفوزي لقجع لما يصطدموا مع بعض هي اللي خلات فوزي لقجع ما يقبلش بهذا الحكم وراح يشوف حكم فار. يعني ثار جنونه. فوزي لقجع ايضا حجبت معاكسة اقترح وايضا حكم فار. باتريس موت سيبي ايضا لا يريد هؤلاء الفار ولحد تسجيل هذا الفيديو ما زل ما بنش يكون حكم فار او ممكن جدا يكون في هذه الاثناء. يعني ليس بالضرورة لانه لا اعلم متى سانشر هذا الفيديو. لكن رح يكون يعني اقصى تقدير يعني يوم الغد على كل حد. المهم لحتى تسجيل هذا الفيديو اخبار تصلنا من هنا ومن هناك من يعني من مقربين جدا من المتخب المتخب المغربي او من المنتخب الجنوب الافريقي. صراحتان رح نشوفه باللي اخبار صادمة ووش رامي الديرين هذا ووش عود دير هذا والله تبدأ تضحك لانه باتريس موت سيبي يعلم خفايا ويعلم خبايا فوزي لقجع وايضا اه حتى المغاربة على برهم بخبايا وخفايا الباتريس موت سيبي لان رحي الحرب نايضة شكون رح يختار الحكام الاقوى ولا رح يخير الحكم والاقوى هو اللح يخير المنطق انتاعه لكن قبل هذا هذا صح رح يساهم لكن فوق ارضية الميدان رح نشوف رجال فوق ارضية الميدان انا من جهتي اتمنى الفوز يعني لجنوب افريقيا ليس لاني احب باتريس موت سيبي لاني اكره باتريس موت سيبي واكره لقجع لكن جنوب افريقيا بلد يعني بدعمه للقضية الفلسطينية بدعمه لقضايا التحرورية بوقوفه للحق لكن باتريس موت سيبي لما تعود في امور شخصية باتريس موت سيبي لا يهمه الاموال ولا تعف ولا يهمه القضية التحرورية ولا تهمه فلسطين ولا تهمه يعني كرة القدم بل ما يهمه فقط هو الاسبونسور وما يهمه هو الاموال في جنيها لذلك يريد من المتخب جنوب افريقيا أنه يستمر في الصعود لذلك هذي الكو سحب ابن أخوتنا لنت لا يتقول أنه مكاش كولسة يعني لا أدري إذا أنت تغمض في عينيك أو يعني تشوف ولكن ما تأمنش لأنه كين اللي هو يشوف بس صحيح يقنع روحه بأنه مغش يشوف كين فرق لذلك والله أتساءل من الجماهر المغربية فرأيت تشوف كل هذا الشيء ورأيت تفرح بالإنجازات ورأيت تفرح بهذا الناصر والله صراحة عدة أسئلة تطرح أنا كجزائر لو كنت نشوف منتخب انتاعي يقوم به الكولسة ويفوز والله لن أفرح والله كل الجزائريين حتى في الأندية البسيطة لما نشوف بعض الفرق يعني تخدم المباراة في أواخر أواخر السنة ولتلقى الجماهر والله ما تفرح الجماهر مدعا لأنه نتعلم أنه المباراة مخدومة لكن كيف لمنتخب يمثل دولة ويمثل هوية ويمثل سلطة ويمثل بلد نشوفه يعني يفرحه لأنه فوز الأقجاع اشترى حكم وفازه بشراء الحكم والله أغبة فكرة رانا نشوف فيها شاركونا برأيكم في التعليقات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته